أحبة الكرام صباحكم صباح خير صباحكم صباح فرح صباحكم صباح أمل صباح نور وهدن من الرحمن النهاردة يا حبيب الكرام هنبتدي معاكم في حلقة جميلة شوية وغمضة شوية وفيها أسرار هتعرفوها لأول مرة وتسمعوها النهاردة هنتكلم عن رموز السحر والحسد في المنام وازاي تعرف ان انت من المنام بتاعك او رؤية بتاعتك ان انت محسود او ان انت في سحر او في شيء من الامور دي طبعا هنتكلم الاول عن رموز الحسد في المنام طبعا ده امر بيش غنى والشيء طبعا بنخف منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منه فطبعا ونزلت صورة في القرآن اللي هي صورة الفلق واللي هي نزلت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ووقاية الاخلاص والمعزتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فالحسد بطبيعته هو نوعين نوع مجازي ونوع حقيقي النوع الحقيقي ده اللي هو الشيء يعني المؤذي مباشرة اللي هو تمني زوال النعمة عن الغير ده الحسد الحقيقي اما الحسد المجازي اللي هو تمني النعمة وعدم زوالها من الغير فده النوع الحقيقي وده النوع المجازي فالحسد بطبيعته هو شيء مش كويس طبعا يعني حصل موقف مع اتنين صحابة سهيل وابن حنيف وعامر ابن ربيعة كانوا الاثنين بيتوضأوا للصلاة فرأى عامر سهيل حينما خلع عنه جبته يعني خلع عنه العباية او الهدوم اللي هو لبسها عشان يتوضى فقال ما رأيت يعني بياضا اشد من جلدك مخبأة كالعزراء يعني انا ما شفتش بياض اكتر من بياض جلدك ده فوعك سهيل في حالها يعني في وقتها يعني على طول سبط الوعكة او اتنين صحاب لان هنرجع هنقول في فرق بين الحاسد وفي فرق بين العائن فلما يعني اعياه عامر عامر فاذا بسهيل قد وعك في حالها يعني في وقتها فلما وعك اصابه وعك شديد يعني الامر زاد عليه فخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الامر فقال وهل تتهمون احدا فسيدنا رسول الله بيسأل الصحابة يعني انتو متهمين شخص معين انه هو او عكوى او اصاب بهذا الامر قال نعم انه عامر الذي قد اصاب فاذا اتى عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث اليه واشتد به الغيز يعني سيدنا رسول الله يعني تغيز وتحرج من هذا الامر يعني فقال ايقتل احدكم اخاه يا ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن الحسد فقال العين تدخل القبر وتدخل الناقة القدر يعني العين ممكن تموت وممكن الجمل اللي انت شايفه الناقة اللي انت شايفه ده تدخل قدر صغير فلذلك حذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من رأى شيئا فقد اعجبه فليقل بسم الله ما شاء الله فلذلك لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم عامر بن ربيعة فقال له هل تبركت له يعني انت تبركت لي يعني الا قلت بسم الله ما شاء الله يعني ذكرت النعمة الله عز وجل يعني على هذا الامر او تبركت او حمدت ربنا او شكرت ربنا فلذلك يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقتل احدكم اخاه فقال له اختسل له يعني هنا في علاج بالنسبة للحسد اللي هو الاثر اللي بيؤخذ من الحسد وهنا نعرف دلوقتي الوقاية وازاي ناقي نفسينا من الحسد بس جاي معنا ان شاء الله بإذن الله فاحنا هنتكلم عن الحسد بصفة عامة فالحسد ففي طبيعته شيء وحش جدا زي ما قال سيدنا رسول الله ان احنا لما نشوف حاجة لازم نذكر الله عز وجل عشان ما يقعش لان في فرق هنا قدنا هنتكلم عن الحاسد وعن العائن سيدنا رسول الله قال ليس كل ناقم حاسد يعني مش كل واحد حاسد انت ممكن تحسد نفسك انت ممكن تحسد مالك انت ممكن تحسد اولادك يعني بشيء قد اعجبك يعني واختلف العلماء قيل انه القرين وقيل انه شعاع يخرج من العين يعني ليه تفسيرات عديدة جدا بس المفروض ان الشخص يحمد الله عز وجل او يشكر الله او يتبرك كما قال سيدنا رسول الله في الحديث هلا تبركت له يعني انت مقلتش بسم الله ما شاء الله احسن يعني من انت تقول حاجة زي كده فلذلك في فرق هنا بين الحاسد اللي هو مأخوز عنه او معروف عنه انه هو حاسد وفي فرق بين العائن العائن اللي هو شاف شيء واعجبه ولم يذكر الله فاصابه الحسد فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقوله ليس كل ناقم حاسد فلذلك يجب على الانسان انه هو اي شيء يشوفه لازم يتبرك اللي هو يقول ان يقول بسم الله ما شاء الله طيب هنتكلم عن كيفية الوقاية من الحسد كيفية الوقاية من الحسد ايه هي يعني كل ذي نعمة محسود وقضوا حوائجكم بالكتمان كما قال سيدنا رسول الله وقضوا حوائجكم بالكتمان ان كل ذي نعمة محسود يعني لما ربنا يكون ناعم عليك بنعمة معينة لا تتفاخر بها امام الناس يعني مثلا عندك سيارة فارهة عندك يعني مال عندك يعني شركة عندك شيء ربنا فتح عليك بيه وبسط الرزق ليك فلا بد ان تضيق على نفسك لان في هذا تأخذ الكثير من العيون يعني هتاخذ عين من دا وحسد من دا ونقمة من دا فيعني ستؤزى لان الحسد والنظرة شديدة جدا لانها تقتل كما قال سيدنا رسول الله فرموزها بقى رموز الحسد في المنام طيب لو انت شفت رمز عين في المنام العين نفسها شكل العين فده بيدلل ان انت منظور وفيه رمز تاني بس برضو الرمز بيختلف على حسب كل رؤية طيب لو شفت جسدك الجسم بتاعك يعني فيه بعض الاصابات او فيه او ان جسمك متحلل فده بيدلل على اصابة بالعين او الاصابة بالحسد طيب فيه مثلا بعض الناس يقولك انا شفت ان انا راكب ميكروباس ومعايا مثلا اشخاص والميكروباس فيه تأويل زي ما قلنا من اول حلقة فيه تأويل بالاسماء ايه هو التأويل بالاسماء يعني زي افضل اسماء ما حمده وعبت زي احمد من الحمد محمود ان الشخص ده محمود او عبادته محمودة فاسبي ميكروباس فميكرو هو تصغير الشيء يعني او الشيء الصغير والباس هناخدها مثلا ان مثلا دي باس يعني نظر او مثلا ناظر مدرسة او شفت شخص كان معايا يعني في الرؤية كان ناظر قبل كده علي في المدرسة فدي الرموز دي اللي هي الاسماء والاشارات دي بتدلل على ان الشخص محسود وبييجي في بعض الرؤيات الوضوء والاختسال ده بيدلل ان شفاء من بعد رقية او بعد اصابة بنظرة او بحسد للشخص صاحب الرؤية ليه؟ لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ايه؟ قال لعامر اختسل لأخيك فحينما اختسل لسهيل فصب على رأسه ومسح يديه بالماء الى رقبتيه ثم من قدمه الى رقبتيه ثم ازاره فبرئ في ساعتها يعني خلص خفف ساعتها على طول فطيب يا دكتور احنا الحاسد طبعا مش هنقدر نقول له تعالى اختسل او توضأ لا العلماء قالوا ايه؟ العلماء المعصرين قالوا ان الشخص ده لو انت عارفه او هو زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اتتهمون احدا اتتهمون له احدا يعني انتو عارفين حد اللي هو اصابه بالنظر او بالحسد فتحسن اليه يعني الناظر عشان الحاسد عشان تتقي شره تحسن اليه تمام اه دي حل الحل التاني اجتمع العلماء قالوا لابد ان تغضبه حتى اذا رآك ولا وجهه عنك يعني لما يشوفك يود وشه نحة تانية وما يبصش ليك انه هو انسان كرهك حتى تبرد عيناه لان الحسد هو يعني نار في القلب والعياذ بالله يعني نار في القلب فدي سبل الوقاية منه وسبل الوقاية الشرعية ان انت تقرأ الرقية الشرعية يوميا اسكار الصباح والمساء وافضل دعاء عوز بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق قراءة الاخلاص والمعزتين فكل دي امور تقيق من الحسد والوقاية الكملة ان انت لو تعرف شخص يعني في العمل او في بيتك او في المكان اللي انت فيه تحاول تبتعد عنه عشان ما يصبكش منه ضرر فلذلك دي سبل الوقاية من الموضوع الحسد ودي الرموز بتاعته طيب احنا تكلمنا عن الوقاية وتكلمنا عن الحسد وتكلمنا عن الرموز بتاعته طيب عاوزين نتكلم طيب كيفية علاج الشخص المحسود وذكرنا منها الشيء اللي هو أسر الحسد طيب أسر الحسد طب انا اجيبه ازاي؟ ممكن تعزم الحسد على شيء معين وتاخد شيء من الأسر بتاعه اللي هو المية هتزوده مثلا على لتر مية وتشطف به أي شيء ممكن شاي ممكن قهوة ممكن أي سؤر باقي منه غير كده طب ما عرفتش هتحصل هعمل ايه؟ شوية مية وحقرأ عليها الإخلاص والمعزتين أسكر الصباح والمساء الرق الشرعية وحشرب من الماء وحشطف به زي في الحديث وتخسل تصب الماء على رأسك وتخسل ايديك زي ما ورد في حديث سيدنا رسول الله من سهير وعامر هتخسل ايديك لحد الربة الأقدام برضو لحد رقبة وشوية في الإزار الجسم عامة أو تختسل بالجسم عامة فده السحر والده الحسد واخدنا تعريفه والوقاية منه كيفية علاجه والرموز بتاعته وإن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل حنلتقي إن شاء الله بإذن الله برضو مع تعريف السحر ورموزه في المنام وما يعني كان خفيا عن هذا العالم وأسرار يمكن أول مرة تعرفوها مع محمد الشريف ألقاكم أحبة الكرام بعد الفاصل مرحبا بكم أحباب الكرام رجعنا تاني وحنتكلم عن السحر طب السحر إيه هو السحر؟ إخراج الباطل في صورة الحق على طول ربنا بيقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابلة هاروتا وماروتا وطبعا قل ما جئتم بيه السحر إن الله سيبطلوه إن الله لا أصلح عما للمفسدين طبعا ده كله ربنا ذكره في كتابه العزيز عن السحر طيب السحر طبعا زي ما قلنا إخراج الباطل في صورة في صورة الحق تمام؟ وصرف الشيء عن حقيقته يعني لازم يكون الصفات بالنسبة في السحر عامة إحنا بنتكلم دلوقتي في السحر لا بيغير حقيقة الشيء يعني الشيء يعني بيتزين في صورة الحق طبعا الأنواع السحر كتير إيه هي أنواع ممكن نتكلم عليه في منها سحر التفريق وسحر النزيف وسحر التعطيل وأنواع الأسحار والمرض وسحر المرض والهواتف وسحر الفودو والكبالة والوهم فطبعا إحنا الأمور دي بنعالجها بشكل يعني يعني أنا يعني عامة بعالجها بشكل يعني علمي شوي فالموضوع مش موضوع أن فيه شخص مثلا بتحصل له بعض الأمور الغريبة وال لا فيه شخص ممكن يكون تكون الحالة بتاعته نفسية فيه ممكن الحالة بتاعته ما تكونش مثلا نخص في الجسم في المعادن اللي عنديه في الجسم فالتخصص في الموضوع ده اللي يقدر يشخصه كأنا أقدر أشخص يعني حالة المريض اللي فيه الحسد أو فيه السحر أو فيه وتحديد النوع ده برضو محتاج لواحد متخصص يعني أنا بقدر أحدد الموضوع ده من جلسة للمريض بيتعرف لازم يكون المريض قدامك زي ما أنا بعمل بيبقى المريض قدامي بشوف بالضبط ايه نوع السحر بتاعه أو ايه اللي معموله طبعا زي ما احنا قلنا بالفاصل أنا هقول لكم على بعض الأمور في بعض الأصحار دي اللي احنا بنعالجها تمام يعني والحمد لله ربنا وده توفيق من الله عز وجل وكله بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله أنواع السحر ده بيكون السحر طبعا هنتكلم من أنواع الأصحار اللي هو سحر التفريق فسحر التفريق ده اللي هو بيقول يعني بيفرق بين الزوج والزوجة اللي بيقوله عليه بعض الناس أو منتشر موضوعه اللي هو الربط وهو بيتاخد شيء من أصر الزوج والزوجة تمام بيكون عليهم بعد التلاصم أو بعد الأصحار وبعد العزايم الشركية الكفرية اللي بتحبس الزوج عن الزوجة أو بتغير اللي احنا قلنا زي وقلنا تعريف السحر هو إخراج الباطل في صورة الحق بيغير شكل الزوج وبيغير شكل الزوجة بيخليهم يكرهوا بعض والربط ده لإعلاج برضو من الكتاب والسنة وطبعا الرقم بتاعي موجود على الشاشة لو حبيتوا تتوصلوا معايا إن شاء الله بإذن الله أتشرف بحضرتكم بعد الحلقة بإذن الله للاستفسار أو الاستشارات وطبعا فيه برضو سحر التعطيل سحر التعطيل ده بيكون للفتيات اللي هي مقبلة للزوج بس بيبقى على قسمين سحر التعطيل بيبقى بسبب عارض اللي هو بنقول عليه يعني الإعجاب أو سحر المحبة بالنسبة إذا كان شخص أو إذا كانت شخصة بتحب واحد أو هو بيحبها بتعمله سحر وفيه اللي هو الحب أو العشق أو المس العشق اللي بيقولوا عليه وفيه سحر الفودو سحر الفودو هو في الأصل هي أصحار يعني سحر من جنوب أفريقيا بيبقى في شكل عروصة وموخز بإبر معينة الإنسان بيحس بيها ساعة ما بيصاب أو بيفعل لذلك فإحنا بنتكلم كده تكلمنا عن سحر الفودو وسحر التفريق والتعطيل وكيفية علاجهم وطبعا سحر الوهم والتخيلات وده طبعا يعني من أسهل ما يكون معالجتهم إحنا بنعالجهم برضو واللي برضو حابب يتواصل معايا الأرقام موجودة برضو على الشاشة بعد الحلقة إن شاء الله بإذن الله حنتكلم دلوقتي يعني عن علم السيمية علم السيمية ده بيكون في الساحر إزاي بيعمله الساحر بيبقى في خلوة تمام واخد إجازة من ساحر تاني في خلوة في الجبل في مكان بعيد خالص عن العمار أو يعني أي صوت جنبه في جبل في قطعة أو في غار وقافل عليه بياخد حاجات معينة عزايم معينة وبيعود ممكن تبقى الخلوة دي من سبعة أيام لحد عشرين يوم لحد أربعين يوم على حسب يعني الخطة اللي حتطاله الساحر اللي هو واخد الإذن منه أو اللي هو المتعلم على إيده فبيجيله بيحتروله الجن اللي هم اللي بيسعدوه في السحر بتاعه ده بحاجات معينة فعلم السيمية ده اللي هو تغيير الحقيقة يعني أنت شايف بعد ما بياخد الإذن والجن ده بيجيله بيديله حاجات معينة بيشتغل بيها بيديله إشارات يعني بيديله مثلا بيقوله هات كذا 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 من أنواع مثلا بخور كذا كذا وهات مثلا من أنواع الحيوانات كذا كذا وحط حديدة بين سنانك عشان ما تذكرش الله وقت الدبح يعني ده زبح الغير الله فبعد الزبح فبعد الزبح بعد الزبح ده ما بيحصل فالزبح ده ما بيحصل وبيعمل اللي بيشترطه عليه بيخرج بعد كده الساحر ده ومعا الحاجة دي بيشتغل بيها يعني مثلا لو مثلا عندك فلوس مثلا ورق أبيض ممكن يرش عليها شوية مثلا بخور أو شوية بوضر من الحيوانات اللي ده بحها بدون ذكر الله بتتحول لأشياء تاني زي ما هو عاوز وزي طبعا يعني في قصة حصلت معايا في واحد ساحر كنت في مرة موجود معاه طبعا كان في حالة معينة والساحر ده أنا كنت رحت يعني قلت لهم خلاص أنا ما فيش مشاكل أنا ممكن أروه أحضر له لو تستأذنوني فهو ساحر ده فيه ليه قارين بيعرفه أن يعني مثلا أنه فلان جاي فأو ليه مثلا حد من الجان بتاعه بقوله أنه فلان جاي فطبعا بعد ما حضرت معاه الجلسة مع المريض أو الحالة فقال لي فقال للناس لو سمحت أنا مش هعالك ليه أنا مش هعالك طب ليه أنت مش هتعالك طب إيه السر في كده فقال لي ما ينفعش أعالك في وجودك لأنت راجل معالك بكتاب الله وسنة رسول الله فقلت له نظرني لو كان بالحق أنت راجل يعني توب إلى الله عز وجل وارجع لي يعني واللي أنت بتعمله ده خطأ يعني ده يوقعك في النغر لأن حد الساحر في الإسلام القتل يعني الحد عندنا في الإسلام للساحر هو القتل ف يعني فأنا مثلا بعالج بعالج من الكتاب والسنة فبقول له مثلا أنت ارجع لكتاب الله فطبعا لما سألته عن يعني الكتب أو المرجع اللي هو بيعالج منه وبتاع فما تتكلمش عن الكتاب والسنة يعني فتكلم عن كتاب شمس المعارف منبع الوصول والحكمة الحاجات اللي هي فيها يعني بعض العزائم الكفرية كتب خارجة يعني إطلاقا عن الشريعة والكتاب والسنة ف يعني وانا وانا بقول يعني اهو على الهواء يعني اللي عاوز يستفسر عن شيء أو عاوز يعني يتعالج من شيء معين بشرط يكون بالكتاب والسنة ورقمي على الشاشة لو حد حابب يتواصل معايا فبحذر الناس من الدقالين والمشعوزين أي حد ما يتحدث بكتاب الله ولا سنة سيدنا رسول الله تحذر منه تماما لأنه يعني الضرر على الساحر وعلى المريض بيكون أكتر فالساحر ده يعني أنا أريد أول عشر آيات من سورة يسين وأول عشر آيات من الصفات وهو موجود سبل مكان وجري فده دي قوة كتاب الله حتى لو كان حاجة ليلة ساب المكان ويجيله مباشرة لأن الجن اللي معاه لا ما ينفعش تقعد مع شخص زي كده أو ما ينفعش تقعد في مكان يذكر فيه الله فلذلك لازم لازم يا أحباب الكرام تتأكدوا من الشخص اللي انتوا رايحين له وبرضو يعني برضو يعني ممكن واحد تروح برضو بيعالج بالكتاب والسنة ممكن يضرك أكتر لأنه ما يعرفش التشخيص والحالة بتاعتك أنه هو يعالجها إزاي لأنه غير متخصص وغير دارس يعني مثلا زي علاق سحر الفودو غير علاق سحر المحبة غير علاق سحر التولة غير علاق علاق سحر الجنون يعني سحر الجنون ده لازم بيأخذ من شعر المريض يعني من رأسه لازم يأخذ من شعره عشان بتعمله يعني بتعمله سحر بطريقة معينة تمام وسحر ده بيلقى يعني في الهواء أو بيعلق في رجل الطائر فيطير عقله كما يعني يطير هذا الطائر أو العصفور المعلق في السحر طبعا إحنا قلنا حكم الساحر ده طبعا بيكون القتل طب وتعلم السحر ده كفر بإجماع العلماء طيب أدوات السحر طب إزاي أعرف إن الشخص اللي أنا رايح له ده راقي شرعي أو ساحر راقي شرعي يعني زي مثلا كده راقي شرعي بالكتاب والسنة طبعا جيت الجلسة سمعت قرآن ربنا ودعاء سيدنا رسول الله والأمر ما خارجش عن الشريعة ما فيش حاجة كتبت يعني مثلا بدوايا أو بمسكة أو زعفران أو ميت ورد والكلام ده ما سمعتش عزايم بأسماء غريبة أو مناجات مناجات يعني نوع من الجن أو تمتمات غريبة يعني لازم تسمع الراقي بيقرأ بالقرآن أو بيدعي بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل صريح ومفهوم وواضح ويشخص لك الحالة تشخيص صحيح زي ما أنا بعمل كده يعني لازم تعرف نوع الشيء ده إيه عشان تعرف يعني إنت شيء جاهل بيه مش هتعرف تعالقه أو مش هتعرف تنظره فبعض الناس فبعض يعني الرقاء يعني يعني غير متمكنين في الأمر يقول لك إحنا رحنا لفلان أو رحنا لمش هعرف إيه يعني ويعني ما جابش نتيجة لأنه هو ما عرفش العلة إيه لأنه هو طلامة طبيب نفسه ما عرفش العلة مش هعرف فيه الدواء المزبوط ف طبعا يعني لم هعرف زي ما قلنا الفرق بين الراقي وبين الساحر الراقي هو بيقرأ وماشي بخطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقب الكتاب والسنة طبعا لو شفنا حاجة غير كده أدوات إبعد عنه إجري يعني سيبه ده بيضرك يعني إجري يعني ما يعني هتضر أكتر من أنت مضرور هتلاقي مثلا عندي ميسك زعفران يعني وهيكتب لك وراء معين بخل ابعدوا يا أحباب على طول ما تتعودش عشان هتضر حتى لو كان العلاج بتاعك هيكون كويس معك في فترة معانا هتضر بالسلب أكتر ده بل هيعمل معاك يعني نوع من المس هيفضل معاك هيتعبك جدا جدا والحاجة برضو اللي موجودة هتلاقيها الشائعة اسم أمك واسم اسم خلتك وعمتك ومش عارف إيه ده كله أحباب الكرام خطأ ونصب وسح وش عوازها فعلى طول أول ما تعرف إن فيه حاجة من الحاجات دي يعني لأن فيه فيه طريق إقناع فيه طريق إقناع هو الساحر نفسه بيقنعك يعني هو بيكون ليه نوع مثلا من من الجن طبعا دي من الأسرار اللي أنتو أول مرة تعرفوها بيمشي على مسافة كيلو في شمال وجنوب وشرق وغرب عشان يعرفوله من اللي جاي طبعا إنت لما بتخش عليه بيقولك إزاي يا كفلان طب إنت طب إزاي ده عارف مي فيقولك دي كرامة دي معجزة عشان أنت تستعجب لا يبقى الراجل ده ده راجل بتاع ربنا وراجل واصل وبينه بين ربنا حاجة بسم الله ما شاء الله فإنت تقتنع فتوقع في مسيادة الشيطان فدي فتنة فخلي بالكم مش أي حد مش أي حد تروحوله يعني اللي تكون عندي الصفات دي أو تكون عندي الأمور دي خلي بالكم يا جماعة منه جدا 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 وهربوا منه والله والله وطالله وبالله حتتعبوا جدا وطبعا اللي محتاج أي استشارة أو يعني أي سؤال أرقام موجودة على الشاشة وبالمجان يعني مش مش مكلفة ولا حاجة بالمجان بدون أي مقابل مادي وطبعا علاج السحر طبعا بيكون زي ما قلنا بكتاب الله وسنة رسول الله وطبعا بيكون فيه برضو نوع من أنواع نوع برضو من أنواع الحجامة اللي كان بيحتاجمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي أسفل أعلى الظهر والأخدعين ف يعني كما قال سيدنا رسول الله أيضا يعني إن الشيطان يجري من ابن آدم مقرى الدم فالحجامة لها برضو أثر فعال في إنهاء السحر أو إنهاء المس أو تخفيف الألم على الإنسان وده اللي هنعرفه إن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل وحنتناول رموز السحر في المنام إن شاء الله ألقاكم بعد الفاصل حبت الله أهلا بيكم أحباب الكرام ورجعنا لكم تاني طبعا اتكلمنا قبل الفاصل قولنا حنتكلم عن الرموز اللي بتدل بتدلل على السحر في المنام والحجامة وكيفية علاج السحر من خلال الحجامة طبعا الرموز اللي حنتكلم عنيها اللي بيشوف نفسه في الرؤية في أطط في المنام والأطط دي بتكون سودة وأيضا الكلاب دي بتكون سودة يعني في حديث سيدنا رسول الله اللي هو خمسة فاصق يقتلون في الحرم منهم الكلب العقور الكلب العقور اللي هو الكلب الأسود قيل ولما الكلب العقور يا رسول الله لقال لإن الشيطان يتشبه به وفي رواية تلبس به تمام فالكلب الأسود ده بيقتل فرمزه في المنام الكلب الأسود ده بيدلل على نوع من الجن وبرضو القطط السوداء في الرؤية ده بيدلل على الجن طيب يعني مثلا الكلب ده أو الحيوان ده عضك أو خربشك في المنام فده بيدلل على إصابة من الجان طيب الخنزير ده الخنزير في المنام بيدلل على نوع من الجان ولكن نوع مصلط اللي هو سحر التسليد الساحر بيعمل شغل عليك تمام بيرسل لك جان بيشتغل عليك بيعمل لك مثلا بيه سحر تولة بيعمل لك مثلا بيه سحر جنون أو بيخليك مداي أو مخنوق لأنه هو الساحر لو ما عرفش يسيطر عليك بالجن اللي معاه بيتعامل مع حاجة نوع من الجن اسمه العفاريت بعد كده الشياطين بعد كده المرضى بعد كده ما عرفش يتعامل معاك فيبقى في يعني سحر للقرين بتاعك فبيدخلك في حالة نفسية ده تفسير الخنزير اللي شفته في المنام وبيختلف برضو في رؤيات تانية الرمزة ده طب الشعر الخارج من الجسم مثلا واحد شاف شعر خارج من فمه أو من أي موضع في الجسم فده بيدلل على أنه لي سحر الحبال المعقودة اللي هو ربنا بيقول في صورة الفلق ومن شر النفاسات في العقد اللي هو النفخ في العقد فده أيضا بيدلل على أنه فيه سحر أصاب صاحب الرؤية تمام زي ما قلنا برضو السقوط في مكان مظلم يعني كتير في بعض الناس بيبقوا مسحورين بيشوفوا نفسهم يسقطون في مكان مظلم فدي بعض الرموز في الرؤية بتدلل على السحر وفيه حاجة تانية اللي هي رؤية الممسخات اللي هي الأشياء الغريبة أو الكائنات الغريبة بيبقى نصها يعني حيوان والنص التاني وبعد يعني نص جزءها بيكون من فوق حاجة والجزء التاني حاجة فده طبعا نوع من أنواع الجن اللي هو الممسخات طبعا عشان تستوضح لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم رؤية فليقصها على عالم أو على ناصح أو على من يحب فلازم يعني تستشير العالم أو الناصح وطبعا رقمي إن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لكم أحباب الكرام موجود على الشاشة أتشرف باستفساراتكم وحالتكم الصعبة إن شاء الله بإذن الله وبفضل ربنا بتبقى يعني سهلة جدا لأن يعني قال قال الله عز وجل في حديث القدس الشريف أنا مع عبدي وإذا تحركت بي شفتها وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل جلاله قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه فطبعا يعني كأنا كمحمد الشريف بحسن الظن بالله فالحمد لله ما فيش يعني يستعصي يعني على الكتاب والسنة وده مش بفضل أنا ده بفضل ربنا الحمد لله فال اللي عاوز استفسر واللي عاوز يعني استشارة فيتفضل يتصل بي في أي وقت إن شاء الله بإذن الله أنا هكون وأنا شخصيا شخصيا هرد عليه لأن طبعا الاتصالات كتيرة جدا معلش أنا مش هقبل مدخلات في الحلقة دي عشان يعني فيه اتصالات كتيرة في الكنترول بيقولولي فيه اتصالات كتير وكده فمعلش أنا يعني بعد الحلقة تحت أمركم عشان الموضوع طبعا المادة بتاعته واسعة جدا وانحنا اللي بتكلمكم فيه النهاردة ده قشور يعني حاجات بسيطة جدا واللي بيتصل وما بنردش عليه معلش غصبا عننا يعني ضغط المكالمات يتصل بنا يعني وضغط الجلسات والعلاج يعني لو في أي يوم تاني يعشان طبعا بيكون مشغول بيكون معايا جلسات أو بيكون معايا في علاج أو كده بابا مشغول يتصل في وقت تاني ان شاء الله بإذن الله أنا حتوصل معاه وطول اليوم طول الأسبوع ان شاء الله بإذن الله حنكونه الرقم موجود واللي واللي مثلا اتصل وما ردتش عليه يحاول يتصل بيا مرة تانية حكلمه ان شاء الله بإذن الله وأنا تحت أمركم ان شاء الله يعني في أي وقت وان شاء الله بإذن الله ربنا يجعلني عند حسن ظن حضرتكم ان شاء الله بإذن الله ويجعلني السبب في شفاقكم طبعا اتكلمنا عن الرموز في المنام بالنسبة لموضوع السحر ازاي ان انت تعرف ان انت مصحور في المنام وطبعا هنتكلم عن فضل الحجامة لموضوع السحر فالملائكة وصت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحة الإسراء يا محمد مر أمتك بالحجامة حتى الملائكة أمرت سيدنا رسول الله بالحجامة لأن الحجامة حجامة وقائية للجسم جدا بل هي بتساعد في الحالات المستحصية بل بيكون يعني الحجامة في حالة السحر المأكول والمشروب بتبقى يعني بالضبط بتخلص خمسين في المية من الأمراض اللي بتصيب الجسم خمسين في المية طبعا غير الجلسة أو الجلسات اللي بيحد اللي أنا بحددها مثلا للمريض أو أنا اللي بحددها للشخص على حسب التعافي على حسب المرض بتاعه أو السحر بتاعه أو الحسد اللي فيه فده طبعا بيكون على حسب حنكة المعالج اللي بيعالج الحالة وعلى حسب ما عرفته بنوع المرض والمريض وفي حالة بتاخد جلسة وفي حالة ممكن تخلص بالتليفون عن بعد وفي حالة ممكن تاخد كذا جلسة وفي حالة بتاخد يعني علاج مش بس رقية شرعية في حالة ممكن تاخد حجامة مع أعشاب مع زيوت عطرية يعني بتبقى في حالة نفسها ما عندهاش مسة أو ما عندهاش حسد بس محتاجة يعني زيادة في الفيتامينات في الحديد في الكالسيوم في يعني بعض الفيتامينات الأخرى يعني فده كله اللي بيحدده المعالج أو أنا بعرف أشخصه أو بحدده مع الحالة وطبعا زي ما قلت لكم أحباب الكرام اللي عاوز يتواصل معايا الأرقام موجودة طبعا على الشاشة لو حبيته تتواصلوا معايا وبتأسف لكم تاني يعني أنا عدم استضافة الاستقبال الاتصالات في الحلقة دي عشان يعني الموضوع طبعا إحنا عاوزين نتكلم عنه لأن هم ما في الكنترول بيقولولي في ضغط اتصال كتير فإن شاء الله بإذن الله أنا حتواصل معاكم بعد انتهاء الحلقة بعد انتهاء الحلقة إن شاء الله بإذن الله أنا حتواصل معاكم مش هستقبل مكالمات في الحلقة لحد ما نخلص فطبعا طبعا نتكلمنا النهاردة عن السحر والحسد ورموزهم في المنام وكيفية العلاق بتاحهم وإزاي نعرف الساحر الفرق بين الساحر والمعالج الشرعي وفيه برضو يعني ما علش برضو فيه حاجة عاوزة نوه يعني عليها يا جماعة فيه بعد الرقاء الشرعيين وقعوا في خطأ كبير يقولك احنا لازم نعرف ان يعني نبحث في كتب السحر وكتب المشاوزين وطرق العلاج بتاعتها عشان نعرف نعالج الناس دا خطأ انا بقوله كده دا خطأ ان انت تبتعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خطأ كبير جدا يعني يعني الحقه حقه ان يتبع يعني انت لما هتخش وتخوض في الامور دي او هتمشي فيها لا تأمن مكائد الشيطان يعني وزي كده زي ما قلت لكم انا لما تروح لحد يقول لكم اسم امك اسم خلتك اسم اخوك مش عارف دا كله بعيد عن الشريعة الاسلامية نهائي خالص و طبعا قبل مختم احباب الكرام طبعا الوقت الحلو بيمر بسرعة طبعا ارقامي قبل مختم موجودة عندكم على شاشة اللي حابب يتوصل معي ان شاء الله بعد الحلقة واللي ما ردناش وانا باعتذر تاني باعتذر قبل انتهاء الحلقة ان ما استقبلتش مكالمات النهاردة الموضوع الحلقة كان يعني طويل شوية فالأرقام موجودة على الشاشة بعد الحلقة ان شاء الله انا في انتظار مكالماتكم والاستشارات بتاعتكم ان شاء الله بإذن الله واللي مثلا اتصل وما ردتش عليه اكيد هيكون معايا جلسة او هيكون معايا مشغول فيحاول يتصل تاني ان شاء الله بإذن الله نتواصل مع بعض ان شاء الله بإذن الله لو في اي خدمة واي مساعدة حقدر ان شاء الله بإذن الله وبإذن ربنا اقدمها لكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودععه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله